في هذه الصفحة الأخيرة سوف يكون هناك ملخص لما قدمت من وثائق وأوراق أيضا ستكون هي صفحتك لمتابعة درجتك التي حصلت عليها بعد تدقيق شهاداتك ونتائجك وأيضا بعد تدقيق وثائقك في السيرة الذاتية وإذا كان لديك اعتراض على تحكيم أوراقك في السيرة الذاتية فتستطيع الضغط على هذا الزر ثم بعد ذلك تسديد المبلغ المطلوب عن طريق سداد وبعدها سوف تعرض أوراقك على لجنتين مختلفتين للتحكيم للنظر في استحقاقك للدرجة التي حصلت عليها وإن كنت تستحق أعلى منها فستحصلوا عليه ولمزيد من التفاصيل ولمزيد من التوضيح عليك مراجعة الكتيب في الرابط الذي يظهر لك على الشاشة أو التواصل معنا عن طريق قناة تواصل على الموقع الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية نتمنى لكم كل التوفيق وفي أمان الله